يالوالا بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اليوم راح نتكلم عن اشهر الخرشات والكليشيهات في عالم الافلام والمسلسلات اللي حرفيا طفشنا منها وصارت حاجة قابلة للتنبؤ بكل بساطة وفي حال انك ما تعرف وش يعني كليشي هي كلمة تشير للاشياء المبتذلة الاشياء المتكررة الاشياء اللي صرنا لما نشوف مشهد بيصير نتوقع ايش بيصير بعده بسبب كثرة تكرار هذه المشاهد زي البنت اللي تكون تركض في الغابة زي كذا وفجأة تلاقي بيت مهجور والبيت واضح انه خطير لكن تقرر انها تخش وتموت في النهاية زي الشخص اللي تنقلب فيه السيارة عشرين قلبه دربج 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 وفجأة يخرج ما فيه لظفر الصغير مكسور او زي الشاهد المفاجئ اللي يدخل في اللحظة الاخيرة قبل ما القاضي يضرب على الطاولة ويقول صدر الحكم يدخل هذا الشاهد وينقذ الشخص اللي كان على وشك انه يروح الى السجن المؤبد او الى حبل المشنقة اي ان كان او زي الشخص اللي عطل القنبلة في اخر لحظة وغيرها من الخرشات الكثيرة والمتكررة واللي طفشنا منها والعلمكم ترى القايمة مرة طويلة الكليشيهات هذه لو نجمعها في فيديو يمكن يطلع مدة ساعتين مليانة مليانة ولكن اخترت لكم اشهر كليشيهات كذا انا شفتها من وجهة نظري ونزلتها لكم في هذا الفيديو ولو احتجنا ان نسوي جزء ثاني مستقبلا نسوي الليش لا على السريع ازيز الوجيه اشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيعات اشان توصلك فيديوهاتي اول باول ولها من هذا كله اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك بقوة بقوة كذا ضغط اللايك حيانا نخرب امه اليوتيوب زي ما قلت لك واذا نشرت الفيديو على طريقك يا سلام انت اسطورة انت كذا مرحلة مرحلة جديدة من المعزة في قلبي غير كذا اربط لحزامك ويالبين طيارة بالطيح الكابتن مغمى عليه كذا قرر فجأة انه يرتفع ضغط دمه مدرش صغير ويغمى عليه وخلاص الطائرة بالطيح ولكن قبل ما تصطدم الطائرة في الارض بجزء من الثانية يصحى ايش فيه اوه انقذت الموقف عارفين عارفين ان الطيارة ما بتطيح عارفين ان فجأة بيصير كذا شي ينقذ الدنيا بس لا ومجرد ما شفنا اصلا كابتن الطيارة كذا مغمى عليه وقربت الطيارة تطيح عرفنا انه بيصحى او بتصير اي حاجة وتخلي الطائرة هذه تقلع من جديد وما تتدمر او موضوع القنبلة اللي بتنفجر دائما في معظم الافلام تيجي قنبلة بتنفجر خلاص فيه عدات دائما 60 ثانية او 30 دقيقة او ايا كان ويجيك واحد يوقف عندها ويعرق ومع زرادية اقص الاحمر ولا الازرق الاحمر يمكن يفجرها او الازرق يعطلها ولما توصل الى جزء من الثانية يقوم يقول يلا بسم الله ويقص ويمنع الانفجار ويمقذ العالم بالزرادية بتاعه هذه واحدة من اكثر الخرشات والكليشات اللي نشوفها يا ساتر او ذاك الشخص اللي يغرق في السيارة والقزاز المقفل من كل النواحي وقاعد ينكتم جوه فجأة كده يجي واحد اكثر القزاز ويخرجوه حركة اخر لحظة دي مارة في كل مكان وإلى يوما هذا ما زلنا نشوفها شخص قرر ينتحر جاب ينتحر خلاص قرر ينتحر فجأة صديقته تيجي نو ستوب دون دويت اي لاف يو يو الله هذه اخر لحظة فعلا فعلا هذه الكليشي حق اخر لحظة مكررة بشكل غير طبيعي تلفزيون يا جماعة هذه واحدة من الاشياء اللي تستفزني مرة يكونوا الاثنين قاعدين يسولفوا مثلا عن سالفة وفاشا يقدر يقوم ايش يقول يالله بنا نشغل التلفزيون اول ما يشغل التلفزيون وردنا الخبر التالي العالم بينتهي بعد دقيقتين لازم يشتغل التلفزيون على الخبر بالملي ننتظر الناس كلهم يضغطوا زر تشغيل التلفزيون دفع واحدة ونبدأ الخبر والتكنولوجيا لسه ما وصلنا لها دون داي اون مي عاد هذه كمان من الكليشيات ياه يا كثرة البطل وصديقه الوفي يحاربون في فيتنام البطل يصاب ويسقط أرضا طبعا الإصابة في الكتف لازم كذا سبحان الله وايصابة في الكتف وبيموت كيف مدري بس هم دائما يحبون يطلقون على بعض في الأكتاف وينزفون إلى ما قلت من الكتف وفجأة يجي صديقه المفضل ويركض الى عنده ويمسكه من راسه توقع ايش العبارة اللي بيقولها لازم don't die on me ما يقول ورع قم امشي ولا لا لا خلق قوي امشي لا don't die on me لا تموت بين يديني لا لا ما رح تموت وانا قدامه سوف اخرجك من هذا الجحيم طبيعة الحال ايش يصير يموت وقبلها ايش يعطيك ايضا وصية يقول له tell my family that I love them قول لعائلة ان يحبهم ييي خالا خال ارحمونا من هذي الكليشي there is no time to explain you والله دي صارت كثير يا جماعة دائم تصير اتوقع بطل الفيلم يا حبيبي صديقه مات في معركة قبل 10 سنوات وفي يوم من الان بعد 10 سنوات من وفاة صديقه البطل يقع في مشكلة وتبدأ تلاحقه عصابة مخدرات ويصير يركض في الشارع واثناء ما هو يركض توقف جنبه سيارة يتوقع من يخرج من السيارة صديقه اللي مات قبل 10 سنوات ولكن المشكلة مش هنا السؤال المهم انت من وين جيت صاحبه ما يجاوبه ما يقول له انا جيت ولا انا حي ولا انا ما موت لا there is no time to explain لا يوجد وقت للشرح اركب يا ابن حاخة نفقع يا الله هذي تتكرر دائم دائم حرفيا كل الكليشي اللي بقولها مكررة دائما بس هذي واحدة من الاشياء الرهيبة اللي تتكرر وتضحك فيها انا كنت عارف انه ما مات ايوا هذي الهرجة دائما نقولها المتنمر في المدرسة ليش في كل مدرسة فيه واحد متنمر اوكي المدرس فيها ناس متنمرين وفيها ناس غلابة بس ليش المتنمر دائما معضل ليش وسيم ومورة وسيم والبنات يخقوا عليه وبطل الفيلم لما يقرر يحب بنت البنت هذه تطلع تحب المتنمر كده بقدرة قادر وفي نص الفيلم المتنمر يتضارب مع البنت هذه ويجي البطل بعدين يقوم يمسك البنت يقول لها اوه ام سو سوري فوريو تعالي ويصيروا حبايب هذه طفشنا منها هذه دائما تصير المتنمر المعضل الموزة الوسيم اللي يحبوه كل البنات والبطل ضعيف الله اللي يتلطم من المتنمر هذا وفي النهاية حبيبة المتنمر تصير حبيبته لانها تضاربت مع المتنمر امريكا امريكا هي الحل المخلوقات الفضائية تبطيح في الكرة الارضية جعلوا يلا بينا على امريكا العالم بينتهي مين رح ينقذ العالم امريكا محمد ابدول رح يفجر في الهند مين رح يوقفه جون الامريكي البطل المغوار الذي لا يقهر امريكا دائما هي الحل الهاكر عاد هذا الكليشي متكرد يعني خلاص صرنا نعرف اشكال الهاكر من يوم نشوف واحد لابس بلوفر اسود قبعة كذا نعرف انه هكر كذا سبحان الله هو هذا هكر ما فيها كلام ولكن المشكلة مشينة المشكلة يا حبيب انه يوم من اليوم روسيا قررت ترسل صاروخ الى امريكا ولا في احد قادر يتدخل او يكتشف هذا الصاروخ الا الهاكر هذا يقوم يسألوه ها كم تحتاج وقت لان تخترق هذا الصاروخ just give me five minute اعطوني خمس دقائق وانا هكر لكم الصاروخ هذا وارجعوا على روسيا من مكان ما جاء دائما عندهم خمس دقائق قاعدة الخمس دقائق دي عند الهاكر سوف اهكر العالم كله في خمس دقائق بطل الفيلم متورق وعالق في احد المباني العملاقة وبطريقة ما واجد طريقه الى اسفل او الى مواقف السيارات وصل عند واحدة من السيارات حاول يفتحها اتفتحت معه بالصدفة طلعت مفتوحة جالت يدور المفتاح ما لقيه خمنه وين راح يلقى المفتاح راح يسحب الشماسة ويطيح المفتاح في حضنه ايزي بيزي معروفة هذه معروفة بالله يا جماع انتوا تحطوا مفاتيحكم في الشماسة اتوقع ما في احد يحب مفتاحه في الشماسة الا الامريكان في الافلام بس وخطة بها اذا ما لقي المفتاح يعطيها وضعية ايش قطع الاسلاك وتشتغل السيارة زي الفل عاد الروسي المعضل القوي المغوار اللي تشوفه قد الباب مرة قوي مرة معضل ولكن يموت على يد مين على يد الامريكي يجي الامريكي النحيف المعصقل كده ويايايا طع 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 فجأة لميت الروسي كيف اي قوتهم اي قوتهم بوس لازم لازم يهينوا ويذلوا ام ام الروسي يجيبوا لك اضخم روسي في العالم ويخلوا يموت على يد الامريكي هذه واحدة برضه من الاشياء المتكررة دائما في افلام هوليوود وهذه ما نقدر اللومهم فيها الروسيين والامريكان يضربوا في كل مكان في السياسة في الافلام في التاريخ في الفن في كل شي دائما يضرب مجموعة اشخاص في غابة جالسين متكين قاعدين ايش يشوون مارشميلو وفلو كده وناسا وفجأة كده يبدأ يعم المنطقة الخوف وعدم الاطمئنان بسبب انه صار ظلام وليل واصوات الذئاب بدت تجي وفجأة يطلع صوت خربشة كده من بعيد الكل يخاف ايش فيه ساتر يقومون يرسلون اشجع واحد فيهم يروح يشوف خمنوا ايش اللي يطلع it's just a cat انها مجرد قطة لازم انها مجرد قطة ما في شي غير القطة مش ثعبان مش دب صغير مش اي نيلة بنيلة لازم it's just a cat وتروح وخلاص ويرجع يضحكوا نفس الشلة ذولي اللي جالسين في الغابة ومولعين النار فجأة يضيعوا في هذيك الغابة ويقوم يقرروا انهم يتمشوا ويحاولوا يلقوا طريقة العودة وفجأة يلقوا قدامهم بيت مهجور مخيف مرعب البيت يقولك لا تدخل ولكن ايش يقرروا الشلة ذولي يقرروا انهم يلا بينا ندخل ولكن المصيبة لما يدخلوا البيت المهجور ايش يقرروا يسويوا جوه ايش مع يا جماعة يلا بينا نفترق يا جماعة خلوكم مع بعض انتوا بي لا 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 ننقسم قسمين جزء يمين وجزء يساء هذي دائما تصير ينقسموا قسمين ويموتوا كلهم وما تنجوا للبنت وتموت في اخر الفيلم قبل ما تنجوا بثواني لازم لازم سبحان الله عندنا في الواقع لو تمسك المسدس وتطلق على السيارة مئة وخمسين الف طلقة عادي يصير فيها اخرام الا في هوليوود فاجئة يا حبيبي تطلق على كفر السيارة بوم تنفجر السيارة تطلق على المراية بوم تنفجر لازم تنفجر طلقة واحدة تفجر ام السيارة كيف؟ والله مش عارف المخرج عاوز كده وختاما هذي ايش اللحظة الختامية تعرفون لما يجيك البطل يتضرب مع واحد مرة قوي او ماسكين وكده شلة مقيدين وقاعد يتلطم قاع قاع الدم من فمه من اسنانه من عيونه من اذاني كله دم وجهه منفخ يقوم يغمى عليه زي كده ثواني ويقوم الشرير يقول له شوية زبائل شيلور مو من هنا يقوم يرفع راسه في اخر لحظة يقول هل هذا افضل وما لديك يرجع ينضرب من جديد ويتلطم لن تجي في القتل انقاذ ويفكوه من ايادي هذا الشرير ويقوم ما فيه للعافية ويتعور بعدين يضحطو له ايش معقم هنا ولا جلس ينظفوه جروحه اه 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 اشغلونا اشغلونا بالكليشيهات فلو تلاحظوا الافلام اللي ما تنتشر فيها الكليشيهات هذي دايما تنجح دايما تضرب زي فيلم جون ويك ليش مرة نجح ذا النجاح مع انه كذب وفيه خرشات كثيرة لانه ركزوا على الموضوع الرصاص دايما عدد الرصاص معدود عن جون ويك يروح يسوي ريلاوت او يضيف رصاص جديد ويكمل دم محسوب عدد الطلقات اكس فيلام الأكشن الثانية يطلق مية طلقة وباقي ما خلص ومتى يخلص لما يصير وجه لوجه هو والعدو والخمسمية الطلقة اللي طلقتها يا ظالم ما كان فيه طلقة زيادة لا يقوم يتضربوا بالمسدسات ويلا تقريب سكاكين واسلحة بيضاء وعلى كل حال ترى ما فيه اي مفر من الكليشيهات هذه ورانا ورانا وراح تظل والآن وانت بتتابع اي فيلم جديد راح تشوف واحدة من الخرشات هذه لازم لازم بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى هنا يا جماعة نكن وصلنا نهاية الفيديو لا تنشتراك في القناة وما كنتم مشتركين تفعيل جرس تنبيه سنتصلكم فيديوهاتي اول بأول ولا عامل هذا كله اضغطوا عزر اللايك واتحبوا نسوي جزء ثاني كشبونا في التعليقات كم عاكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم